تركيا أيضاً هي دولة من دول حلف الناتو وموقفها لا شك سيحسب له حساب ضمن هذه التحالفات ولها تأثير على مستوى الغربي أهم من هذا كله أخت العزيزة أن هذا الموقف المعنوي الكبير الذي يدعم الشعب الفلسطيني يؤكد أن البروباجندا الإسرائيلية أن محاولة الدعاية الإسرائيلية خسرت موقعاً من المواقع التي تحاول أن تنشرها إسرائيل ماذا كانت تحاول منذ بداية هذه المعركة أو هذا العدوان على الشعب الفلسطيني منذ بداية المعركة تريد إسرائيل أن تؤسس لأن حماس منظمة إرهابية ويجب أن تشكيل تحالف دولي كما قال أمس ماكرون الرئيس الفرنسي للأسف الشديد أن يكون هذا الرجل ممثل لدولة الحرية والعدالة والمساواة الشعرات الجميلة التي رأيناها بالطورة الفقافية الفرنسية هذا الرجل أصبح اليوم يطالب بتحالف دولي عاجل للقضاء هذا هو صلب الهجوم الإعلامي والسياسي الإسرائيلي تشكيل تحالف عالمي ضد حماس واعتبارها منظمة إرهابية خروج الموقف التركي الذي كان في بداية الأزمة إلى حد ما ملتبس وغامض خروجه بشكل قوي والشكل الصريح بأن لا حماس ليست منظمة إرهابية هي منظمة مقاومة تحمل على عاطقها قضية شعب تدافع عن شعب تناضل من أجل الحرية والعدالة وقيم إنسانية نبيلة حقيقية هذا الموقف له تأثير كبير على مستوى التحالف الغربي وعلى مستوى أيضا الدعاية الصهيونية وهزيمة الدعاية الصهيونية وهذا جزء أساسي من المعركة التي نخوضها اليوم ترجمة نانسي قنقر